أنا ليه عندي إحساس أنه الرئيس المراضي يجيب حاجة في التمانينات والباقي يتوزع على الباقيين أنا حاسس أنه ممكن يبقى فيه كده يعني ما وبرده الباقيين دول فيه ناس أنا شايف أنه فيه اتنين منهم على الأل ظهروا بشكل جيد يعني عندهم شيء يقولوا ويتفق أو تختلف معهم ولكن فيه شيء يمكن التعامل معهم فأنا تقدير أنا يمكن لغاية النهاردة أنه الرئيس يبقى في التمانينات والـ 12% أو 13% الباقيين يتنافس فيها الباقيين طيب أنا ممكن يعني أدفع بقى وجهة نظري كلام حضرتك مزبوط هما بيقولوا في بعض المرشان بيقولوا كلام حلو وجميل ومنظم وبيخطفوا السمع والبصر يعني على بلاطة كده دي واحدة أفضل كتير من الانتخابتين اللي فاتوا احنا المرتين اللي فاتوا بصراحة يعني المرة دي آه يعني شوف احنا بنتكلم عن أن الناس دي تاخد أنت بتقول 5% وانت بتقول 10% أنا شايف أنه تحركنا شوي المرتين اللي فاتوا كان أسوأ كتير صحيح يعني المرة دي انتخابات دي بداية فيها نفس شوية فأنا تقديري أنه ممكن يبقى الرئيس في التمانينات ويتبقى شوية للإخوة التانين يعني آه اللي بيحسم الانتخابات مش النخبة اللي بيحسم الانتخابات الناس البسيطة الجماهير 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 العريضة لور التعبير هي دي اللي بتحسم المسألة دول ما بتفرجوش على التلفزيون أصلا دول بالزبط كده ودول اللي احنا بتكلم عنهم دول ما وصلوش للناس أنا لحد دلوقتي بقابل ناس وقتلت ناس من العائلة لما يظهر مرشح آه يتقالي مين ده فبقولت ده مرشح في انتخابات الرئاسة والله طب اسمه ايه اسمه كذا لو فعلتك انت عائلتك متعلمة يعني بزبط يعني فبالتالي بزبط يعني فتخيل بقى الناس البسيطة اللي في الشارع فبالتالي ده اللي بيفسر ان رغم كلامهم الجميل وحضرهم الطاغي وبرامجهم الحلوة لكن ما وصلوش للناس في الشارع